السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بحضركم في لقاء جديد في سلسلة ليرنينج فيموير انسيكس فور. المحضرات اللي فاتت كنا اتكلمنا في مقدمة عامة عن الكورس وبعد كده اتكلمنا فكرة ايه هي وبعد كده كنا اتكلمنا في فيديو عن المقصود بالانسيكس الفرق بينه وبعد كده مستلح كان يعتبر كلها آآ محضرات عامة ومقدمات مهمة جدا ان احنا اللي عرفها آآ في الانسيكس. النهاردة بقى هنكمل آآ المواضيع دي باجابة سؤال مهم جدا وكتير من حضراتكم سألوه وهو ايه المتطلبات اللي المفروض تكون عارفها قبل دراسة الكورس ده? هل في مواضيع معانا لازم تكون درسها ايه بتاعتك? ونقطة ثانية هنجاوب عليها برضو النهاردة وهي الكورس ده موجه لمين بالزبط? خلوها نبدأ بالتارجد اوديانس للكورس بتاعنا ودي نقطة بسيطة جدا عشان نبقى عارفين مين المستهدف من الكورس ده. لو احنا قسمناهم كده ككاتيجري فاحنا آآ زي ما قلنا قبل كده الانسيكس الهدف منه او الدور بتاعه ان هو تقدر من خلاله بدون استخدام الهاردوير ان انت يكون عندك آآ تقدر تعمل راوتار كسوفتوير تقدر تعمل بتاع السويتشنج فايروول في بي ان نات دي تسي بي لود بلانسر كل التفاصيل بتاعت النتورك دي. فبالتالي هيجي هنا ان احنا يكون التارجد بتاعنا من اللي الناس بتوع اللي هم اصلا بتاعتهم في النتورك. يعني حد كان الكور بتاعه مسلا نتوركينج وشغال سيسكو مع السي سي سي ان بي التفاصيل دي. فده هيكون آآ الكورس ده مفيد جدا ليه. سواء بقى هو لسه في بداية الطريق مسلا نتورك نتورك انجنير فيما فوق. فده الكورس ده هيكون كويس جدا ليه. علشان يبدأ كده بتاعته من آآ لكل حاجة لان ان انت عندك دلوقات النتورك بتاعتك آآ غالبيتها فدي طبعا بتكون كويسة جدا ليه. طيب بالنسبة للناس اللي هم السيستم اللي هم الناس اللي هم اصلا شغلهم كلهم. كسيستم او انجنير سواء اصلا بتاعته في او في ام وير كفيرشوال داتا سنتر. فنفس الموضوع ده برضو كورس يعتبر موجه ليه لان زي ما قلنا ممكن كان فيه في فيديو قبل كده عصرنا النقطة دي من اللي المفروض اصلا يمانيج الانس او الناس بتوع او الناس بتوع السيستم زي ما قلنا النقطة دي بتختلف من مكان لمكان لان زي ما احنا عارفين الانس ده يعني تابع لفييم وير وفييم وير كل الانزمة اللي بتقدمها من لي بتبقى للناس اللي هم الخاصين بالسيستم فبالتالي الانس ممكن يكون معهم او لان هو تابع النتورك ممكن يكون مع الناس بتوع النتورك. فاجمالا سواء انت شغال بتاع النتورك او كشغال فالكورس ده موجه ليك. طيب هنا برضو ذكرت الناس اللي هم شغلين كسيكورتي او كده اه ليه انا زكرتها هنا بدون يعني تفصيل في الوظائف بتاعتهم او آآ لان زي ما قلنا احد ادور ان هو بشتال كفايرول فبالتالي برضو معرفت الناس بتاع السيكورتي مفيد جدا. يعني بالذات الليفل بقى بعد كده الناس اللي هم بيشتغلوا في السيبر سيكورتي او الناس اللي بيشتغلوا كسيكورتي كونسلطان فلازم يكون عارف مختلفة وبرودكت مختلفة كمسلا كفايرول. يعني الناس بتاع السيكورتي ما بتلوش يشغل على واحد للفايرول. ممكن يبقى شغال مسلا على 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 بولوالتو. فموضوع الان سيكس برضو كويس انه يكون على علم بتاعته اللي خاصة بالفايرول. بل الان سيكس متفوق جدا في فكرة الفايرول اللي هو الداخل او بينوه على الاست وست فايرول او 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 بمعنى اذاك اللي هو يعني دي نقطة انا اخدها بالتفصيل بعد كده دي آآ كفايرول فيموير او الان سيكس متفوق جدا. فالناس بتاع السيكورتي ان هم يعرفهم برضو الان سيكس بواجعة والنقطة بتاعت فيها بشيء من التفصيل دي هتكون اضافة كبيرة جدا. فاجمالا الكورس بتاعنا ده بيتارجت ناس كتير جدا سواء شغال في سواء شغال في سيكورتي فالكورس ده هيكون في بعض التفاصيل اللي مفيدة اللي كان. يمكن قبل كده مسلا لما كنا بنشرح لا اقول لك لا الكورس ده موجد للنسبة بتاع السيستم النيتورك لأ مش هيكون اضافة ليه او مفيد ليه. لكن لطبيعة خاصة التارجت بتاعه مفتوح شوية. طيب نيجي بقى للنقطة الاهم. ايه البريري كوزيت علشان آآ تبدأ تتابع الكورس بتاعنا بشكل خاص ويه الان سيكس بواجعة عامية. طبعا زي ما احنا ذكرنا كده ان التارجت بتاعنا كاتيجر مختلفة. فعلشان كده هتلاحز ان احنا هنا ذكرنا بريري كوزيت بشيء من الايه من التفصيل شوية. يعني انا عامل هنا في بعض لازم تكون عارفة على المستوى في حاجات على المستوى في حاجات على المستوى وفي بعض الحاجات يعني ايه الكلام ده بقى? آآ بذات الناس بتوقع هم اللي هيحتاجهم هتكون كتير عليهم شوية. طيب. واجه عام بالنسبة لك قبل ما تبدأ دراسة ما ينفعش انو كورس ده يكون اول كورس لك عند لازم انت يفضل ان انت تدرس قبله. او على الاقل لو انت رجل بتاع اصلا ما انتش سيستم يعني انت لو سيستم لأ ادرس كله. خلاص لان هيبقى اضافة كبيرة لي. طبعا دلوقتي راجل اصلا انجينير مسلا. وآآ كل الشغل بتاع السيسكو والحاجات دي مسلا. هقول لك خلاص. يفضل ان انت المواضيع اللي انا اذاكرها هنا من تكون عارفة. ليه? لان مسلا هنيجي اول حاجة بقول لك لازم تكون فاهم يعني مش مطلوب ان انت تكون عملت بايدك او ودخلت في لكن لازم تكون فاهم ان ده هو اللي بنكاريت على ده نقطة مهمة جدا. ليه? لان زي ما قلنا في الاول وفي الاخر هو مجموعة من فبالتالي لو انا جاء بشخص عمره ما اتعامل معي اه قبل كده. فبالتالي هيبقى الموضوع فيه صعوبة. فهي يجي ان احنا دلوقت المفروض لما نتكلم في ونتكلم في اي تخص احنا مش هنشرح بقى الحاجات بتتعمل ازاي? لكن لازم انت تكون فاهم الفكرة بتاعتها. فلازم تكون فاهم يعني مجرد زي ما قلنا مش بالضرورة ان انت تدخل فيه يعني بتشتعل حتى العمل جيدك. لا انت فاهم الفكرة بتاعته فاهم بتاعه وبالتالي تبدأ تدخل بعد كده على ان انت تقدر تكاريت لو عندك ماشين جديد تقدر تكاريتها. هنا المقصود بها اللي هو عملية بتاع من ناحية ان انت تزود رماية تزود الكلام ده لان دي نقطة مهمة جدا لان عندنا اللي في اللي بتشتعل احيانا بنحتاج عشان يبقى كتير بنحتاج نزود رماية او سي بيو. فبالتالي لازم انت تكون فاهم النقطة دي. طيب. نيجي على نقطة لازم تكون فاهم ده عشان بتاع لان هو عمليا كل دي اصلا في بتاع هي عمليا بالشكل الاشر بيحصل لها بشكل لكن احيانا ممكن تحتاج تعملها فبالتالي لازم تكون فاهم يعني ايه بتاعه. لازم تكون فاهم الكنسبت بتاع لازم تكون فاهم الكنسبت بتاع فاهم يعني ايه كلون. الكنسبت دي لو انت شخص بتاع تاني زي ما بنقول يكفي ان انت بتكون عارف التفاصيل دي بشكل نظري. يعني مش لازم تكون داخل عمل عملي فيها كتير. يعني لو عملتها عملي مرة او اتنين كده بس انا على اللبات الانلاين بتاع ده كافية جدا. لكن طبعا الناس اللي درسة هتلاقي كل التفاصيل دي بالنسبة لهم حاليا معلومات عادية جدا. تاني حاجة لازم او تالت حاجة لازم تكون عارفة عن مستوى اللي هو ده العقل والعضلات بتاعنا في وده حاجة اساسية بنعمل له مع بعده ما نعمل له فلازم تكون فاهم يعني ايه ايه بتاعه فبرضو مطلوب منك ان انت تعرف كده عن الفكرة بتاعت دي لازم تكون عارفة الفكرة بتاعتهم وبالذات في تكون فاهم فكرة الباقي الافنترول والانت افنترول لاني دي هنذكرها في خلال الكورس بتاعنا. فطبعا المصطلحات دي هتقابلنا اه في خلال الكورس بتاعنا فبالتالي ساعاتها بقنا مش مش هجاول لك اه الافنترول والانت افنترول دي هتوزفيتها كزا لأ لازم انت تكون عارف التفصيلة بتاعتها. انا اقول لك مسلا بعد ما تعمل الافضل ان انت بتكرت مسلا انت في انترول عشان التلاتة يعني يبقوا ايه مش على نفس الهوست. هو هنشوف الايه الكلام ده بعد كده. فدي برضو نقطة مهمة تكون عارفة. النقطة بقى اللي هي لازم تكون عارفها بشكل نظري وعملي مش نظري بس يعني النقطة دي كلها اكفي ان انت تكون عارف النقطة اللي لازم تكون عارفة نظري وطبقها عملي اكتر من مرة اللي هو فكرة على المستوى اللي هو انه يعني دي نقطة مهمة جدا جدا جدا. لان عمليا النقطة دي لما بتفهمها هتفهم كتير او في بتاع الشغال ازاي. طبعا الناس اللي هيكون اه بتاعتهم اكتر هيكون الموضوع ده في صعوبة شوية علشان كده بقول ايه لازم يتضربوا عليه بشكل كويس جدا قبل ما يفدقوا في تفاصيل او خلاق في دراسة فنقطة دي مهمة جدا جدا جدا. لان حتى احنا بناخد بعد كده في ان في نوع سويتش تالت اللي هو طبعا هو اعتبر اتلاغى منه جزء دولاتي لكن تكون سبتمة موجود يعني وهنشوف احنا التسلسل بتاعه وبعد كده. فالمهم لازم تكون فاهم الفكرة دي. لو انت فهمت الفيديس هت واحنا بنعمل بتاعة الانسكس على المسؤول السكس او بعد كده هتلاقي نفسك الميديول ده او الحلقة دي هي تبقى ماشية معاك سهلة جدا. لو انت مش فهم اصلا فكرة او الستاندر سويتش او فكرة بواجعة عام على المسؤول في سفير لأ هتلاقي الموضوع ده هيبقى صعب جدا جدا جدا. طيب فبالتالي الموضوع دي دي اللي يعتبر الحد الادنى من اللي انت لازم تكون عارفة. علشان كده بنقول تاني لو انت شخص اصلا شغل بتاعك سيسلم فبالتالي ادرس كورس كامل. الموضوع اللي فيها تكون مفيدة لك كتير جدا. طب لو انا شخص اصلا بتاعني وهبقى شغال في مكان مسؤول فقط على الانسكس مش هكون مسؤول عن خلاص يبقى الحد الادنى بتاعك من الموضوع اللي لازم تدرسها هي الموضوع دي. طبعا كل الموضوع دي هتمشروحة بالتفصيل في الكورس بتاع الفي سفير سيفن اللي احنا اللي هو موجود على اليوتيوب. هتقدر تشوف الفيديوهات بتاعته هتكون كافية جدا جدا ليك. يعني زي ما قلنا تركز على المواضيع اللي مذكورة هنا. طيب نيجي بقى بالاضافة للفي سفير ايه اللي مطلوب تاني عندنا اللي هو ان انت يكون عندك بعض المعرفة كده بالماكسوفت ويندو سيرفر. هي دي مش الحاجة اللي هتبقى بالنسبة لنا او بالنسبة لك في عملية دراسة لك يفضل انت تكون عارف. عشان كده انا مسلا كاتبين ايه يعني يعني بس ان انت تبقى عارف ايه هي هو فكرة لان هتلاقينا مسلا احنا بنقابل من نعمل للنس اقول لك ايه بنسبة له انت تبقى ووهوست والكلام ده فلازم تكون انت فاهم الفكرة بتاعت جميل طيب تكون برضو فاهم فكرة والوظيفة بتاعته طب احنا ليه هنحتاج الاختف داريكتر مع الان سيكس علشان ممكن تحتاج انت اتمل ما بين الاكتف مايكسوفت اكتف داريكتر او اي ماء الان سيكس علشان تقدر تلوجن عليه بالاكوانتاتف في الاختف داريكتر طبعا دي مش الزمية يعني عمليا انت مش مطالب في الان سيكس ان انت اا مش الزام من انت تم الانتيجريشة مع الاكتف داريكتر لكن كبست براكتس لا. الافضل ان انت يكون في مع وعشارهم طبعا آآ مايكسوفت فبالتالي ده شيء كويس جدا انت تعمل فبالتالي لازم انت تكون فاهم الفكرة بتاعت يعني على الالي تبقى فاهم بتاعه التفاصيل ديات مفيدة جدا. طبعا اللي اتذكر فيكم لما كنا بنشرح زمان كنا حطين نفس فبالتالي اللي عارفها ديات كافية جدا. طبعا تكون فهم فكرة اليوزر اللي في في وكزا. فدي كدس بتعمى كده مواضيع بسيطة حتى اللي محتاجش بالتفاصيل دي خالص. لا في فيديوهات كثيرة على النت تقدر يشوف فيها. في خلال ده بسيط هتلاقي نفسك فيهم دي الفكرة بتاعته. طيب فدي معلومات فقط يعني ما تدخلش فيها آآ ايه تاني اللي موجود عندنا? آآ على مستوى النتورك بقى دي نقطة مهمة. وبرضو محتاجين الحد اللي ادنى بتاع المعلومات كابيزك فقط. ان انت تكون عارف بقى دي بقى هتكون مهمة للناس اللي هم اصلا شغالين سيستم. يعني الناس بتاع النتورك لأ دي اصلا بيبقوا هم عارفين الحاجات ديات مليون في المية ودخلين فيها اصلا آآ يعني دي بضايف لان ده كور بتاعها. انما الناس بتاع السيستم لو طول امره شغال ولا شغال مسلا او شغالك لو دمروش علاقة اصلا بالنتورك فبالتالي لازم يبقى عندك بعض المعلومات كده اللي هي الاسسية عن فكرة مسلا آآ والسابنت كاسكيمة ديات نقطة مهمة تكون عارف الكلام ده والسابنت معلومات فقط آآ واني يبقى السابنت عندك مش عارف كام سلاش سبعة وعشرين انا اتلاحز ان احنا احنا بنعمل هنتكلم في فانت بالتالي لازم تكون عارف لايه الفكرة بتاعته واعتقد اي حد يعني موجود في المجال عنده خبرة سنة سنتين هتلاقي عنده حتى التفاصيل دي دي بسيطة جدا. تنة نقطة عن مستوى فيها موضوع اللي هو الراوتنج والديناميك بروتوكول بقى طبعا الديناميك بروتوكول في يعني مسلا عندي سيسكو او اي اه تاني يعني تلاقي في روتنج بروتوكول كتير جدا. احنا اللي محتاجين وتعرفوا في الراوتنج بروتوكول اللي اتنين دولي. البي جي بي والاو اس بي اف. لان هما دولت اللي سابورتت في يعني في روتنج بروتوكول تاني كتير. لأ. الاتنين دول اللي شغالين فقط في الانس اكس. طبعا مع الايه يعني. فبالتالي لازم تكون عارف ايه هو البي جي بي اه هو الاو اس بي اف. استخدم دائمتا. ودائمت. وزي مولت لك تبقى معلومات بيزيك فقط. لان احنا مسلا هنيجي لما نعمل وعشان ما نجي فبالتالي هنعمل مسلا احد انواع ديناميك بروتوكول او ممكن تستعمل استاتيك. ما فيش مشكلة. لكن الاشر دايما بنستعمل مسلا اه بي جي بي فبالتالي هنعمل بتاعت. فبالتالي لازم انت تكون عارف ان انت عندك مسلا استاتيك اه روتنج بروتوكول وديناميك بروتوكول طب انت عندك حاجة اسمها الفروق بينهم كمعلومات بسيطة يعني لو قريت اي على النت كافية جدا. ده طبعا زي ما قلنا للناس اللي هم شغالين نتورك. آآ للناس اللي هم شغالين سيستم. الناس اللي شغالها خلاص الكلام ده بالنسبة لهم يعني الف به معروف وخلاص. طبعا زي ما احنا ذكرنا قبل كده برضو لما كنا بنتكلم في نقطة من اللي المفروض يمانج الانس الانس بتوع السيستم او الانس بتوع الانتورك زي ما قلت لكم. كل المواضيع اللي انا اخدها في الانس سيكس. آآ الناس بتوع السيستم بيقدروا يشتغلوا فيها عادي جدا. معادي الموضوع بتاع الراوتنج ده بتلاقي لأ الناس بقى بتوع اللي هم في الاساس هم اللي بيعرفهم يبقوا فاهمين الموضوع ده قوي. يبقى فاهم آآ ان فيه ده بروتوكول اسمه بيجي بي فهو بيبقى خلاص الحاجات ده اصلا فيها كتب يعني عندهم. آآ فيه بقى او الكلام ده فتلاقي الموضوع ده بالنسبة لأفضل. فدائما حتى آآ يعني دائما انا بقول ان الجزء بتاع الراوتنج ده. لو في الانس سيكس لو بنيجي نعمل بتاعته في الواقع اللي عاملين. بيبقى لإيه? آآ انا شخصيا بعمل كده بسيب الأفضلية للتيم بتاع هو اللي يقرر اللي هو افضل ايه الكلام ده لان هو اللي بيبقى في الموضوع ده فاهم اكتر. يعني ده في حالة لو انت ايه بتاعتك. طيب نيجي بقى على اخر ودي يعني حاجة اضافية. آآ عارف النقط دي آآ كويس. مش عارفها مش هتبقى اللي هي الحاجة اللي هتعطل بالنسبة لنا. يعني زي ما قلت لك في بعض الحاجات البسيطة زي النات زي لو انت اشتاق لو انت عملت اي قبل كده فبالتالي ده هتبقى اضافة كويسة جدا لك عشان لما نجي نشرح مسلا موضوع او النات او فتلاقي نفسك عارف الايه التفاصيل دي. فدي حاجة لو انت مرت عليك قبل كده وقريت اي الفكرة بتاعتها خلاص دي اتكافية بالنسبة لك. لكن ما هيش الحاجة الكور مسلا زي الحاجات اللي بتاعت او الجزء بتاع دي الحاجات دي يعني قبل ما تبدأ الدراسة لازم تكون عارف التلات كانت تجري رأسين دوتين. انما الرابع ده بالنسبة لك. انت تبع عارف يعني 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 فدي بسيطة. تبع عارف كعاملين يعني بتاعه هو مش هو فوتون. واللي درس معنا عارف ان دولات كل اه او يعني كل البرودك بتاع يعني يعني بتاعها فوتون. ده توزيعت بتاع لكن هي هي نفس بتاع اي اه يعني انت لو عارف تشتغل عارض هات اوبونتو. الكلام ده بتلاقي نفس الايه? الفكرة مع اختلاف بعض الكوماند الايه البسيط. فلو انت تعرف تستعمل دي اضافة كويسة جدا ليك. لان احيانا في ممكن ندخل بكوماند لاين. فتلاقي نفسك يعرف ان ايه. يعني الموضوع تبقى اسهل بالنسبة لك. لكن هل بالضرورة ان انت تكون عارف لينكس قبل ما تدرس. لأ. يعني خلي بالنا من النقطة دي. ما انتش مطلوب خلص ان انت تكون عارف لينكس. يعني السؤال ده بيتسئل كتير. لكن لو انت عارفه هاتبقى اضافة كويسة. لكن مش الحاجة اللي هتعطلك ان انت لازم اقول له اقال له احد درس لينكس او اعرفه. لا لو انت عارف لينكس انت درسه قبل كده او حتى بتاعته هتبقى عارفة اللي موجودة زي تطلع التفاصيل. يعني في بعض الحاجات هنستعمل في ايه اه اه كوماند لاين ونفس فكرة اللينكس ايه كوماند كلها معروفة يعني ايه اه نقدر نضافها. لكن مش حاجة الزامية بالنسبة لك. موجودة خلاص خير وبركة ده اضافة ايه كويسة لك. فاجمالا كده هي دي اللي مطلوبة قبل ما تبدأ تدرس لو انت عندك اي حاجة من اللي موجودة دي خلاص اعمل كده بعد الفيديو ده حتى لو نزلنا اي فيديو تاني بعد كده لغاية ما تجمع التفاصيل دي وبعد كده ابدأ كمان. طبعا احنا يا كده يكون كان فيديو الجان برضو او يمكن الفيديو الجاو اللي بعد ولسه مازال هنتكلم عن فكرة اللا بالكلام ده ماشي. الحاجة برضو اللي هندخل في الكور بتاع لسه كلها برضو معلومات كده تحضير لكن اجمالا اعمل حضر نفسك في الكلام ده كويس علشان بعد كده لما ندخل بقى في اه بتاع الهاردور بتاع الانسكس كفي ام التبقى انت فاهم الكلام ده. يعني هنيجي دلوقتي نعمل مثلا الانسكس الانسكس كدبلومت هولا اه هتدخل مسلا من خلال ولا والدبلوين مسلا بتاع الانسكس فانت بالتالي لو انت مش فاهم يعني ايه خاص موضوع يبقى صعب. ما انتش فاهم ما عملتش قبل كده اه التكنكت على ازاي هتحس ان الموضوع اه بنتكلم في يعني لغرية مات لا هو الموضوع بسيط جدا لو انت زي ما قلنا الحاجات دي لو ما مريتش قبل كده الفيديوهات بتاعة الانسكس ايه بتاع الانسكس ايه بتاع اه ازاي يعني التفاصيل دي اه زي ما قلت لك هتبقى مهمة جدا ما اتعطلش التسلسل بتاع التعلم بتاعك في نقطة الانسكس. ده كده كان كل بتاعنا والمتطلبات والتارجت بتاع الكورس. نشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد قريب. السلام عليكم.